اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد غد الخميس على ملعب الاهلي والسلام لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم والسؤال والناس تبدأ تسخن معنا قبل انطلاق المباراة الساعة 6 بعد أقل من ساعة توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر وناجرية ومين ممكن يسجل الأهداف شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة برسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أرائكم وان شاء الله بإذن الله تكون كل التوقعات إيجابية ومبشرة قبل انطلاق المباراة لكن خلانا نروح بسرعة لأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يوصل تدريباته استعدادا لكأس الربط كمان فحوصات طبية لبدر بنون عند عودته إلى القاهرة وآخيرا المنتخب يفتتح مشواره في أمم إفريقيا الليلة استعرض مباراة اليوم النهاردة بالتأكيد لسه الجولة الأولى في منافسات كأس الأمم لسه مستمرة ومنذ قليل انتهت مباراة الجزائر والسيرليون بنتيجة مفجأة حامل اللقب الأخضر الجزائري بيتعادل مع سيرليون سفر سفر المباراة أقل من مستوى لأن البعض يتوقعوا ونتيجة بالتأكيد مفجأة حامل اللقب الجزائر بتتعادل مع سيرليون فقول لمباريات المجموعة الساعة ستة مباراة نيجيريا ومصر كنا ننتظر هذه المباراة وبنتقى كده يا رب كل التوفيل ومنتخبنا للخروج بنتيجة إيجابية والفوز بإذن الله والسلاسة نقاط الساعة التاسعة من مساء اليوم في ختام المباراة السودان تصدف غينيا بساو وهي ضمن مباراة المجموعة الرابعة اللي بتأكيد بيشارك فيها منتخبنا الوطني طب دي مباراة اليوم في كاسروم الإفريقية تشكيل منتخبنا الوطني كارلوس ساكيروش أعلى منذ قليل التشكيل اللي يلعب به منتخبنا الوطني أمام منتخب نيجيريا التشكيل مفهوش مفاجئات الكل كان بيتوقع التشكيل ده خلال الـ 24 ساعة الأخيرة محمد الشنو في حراسة المرمى خط الظهر من المليل الشمال أكرم توفيق ظاهير أيمان أحمد حجاز ومحمود الوينش اتنين مساكين أحمد فتوح ظاهير عيصر اتنين ارتكاز حمد فتحي ومحمد إنني أمامهم عمر مرموش محمد صلاح والبداية بمحمود حسن تريزيجي وفي الهجوم مصطفى محمد على تكة البودلاء 12 لاعب محمد صبحي محمود جاد محمد عبد المنم عمر كمال إمام عشور محمد شريف رمضان صبحي وأيمن أشرف مهند لاشين عبدالله السعيد محمود علاء وأحمد سيد زيزو كل التوفيل منتخبنا بإذن الله في الخروج بنتيجة إيجابية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف فقرة ترند الترند النهاردة معنا فيها إيه وأبرز خبر عنا تناوله في هذه الفقرة ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند أبرز خبر في هذه الفقرة النهاردة واللي بالتأكيد كان مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي وتحديدا إدارة الأهلي بعد ورشة العمل اللي تمت بالأمس ما بين مسؤولي الأهلي مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية اللي تحدد موعدها خلال الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل الجديد بالنسبة لنا في الخبر مش الخبر نفسه أو كواليسه أو تفاصيله الجديد بالنسبة لنا أن في ظل حالة البلبلة الموجودة في السوشيال ميديا كل يومين 3 نطلع نقول في تأجيل 4 أيام في اجتماع عاصف خلال الفترة اللي جاية في اجتماعات بالتأكيد عشان يتخذ قرار بتأجيل منافسات كأس العالم الأندية لكن تجي تبص على الواقع تلاقي الواقع حاجة تانية خالص يعني مثلا قدام الخبر الرسمي من النادي الأهلي الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية في ورشة عمل اللجنة المنظمة للبطولة المؤدس خالد مرتاجي عضو مجلس أمين صندوق النادي الأهلي وعضو مجلس درب بالأمس كان موجود في ورشة العمل وحضرها بالتأكيد بالصفة وطبعا هيبقى المنصق ما بين النادي الأهلي والاتحاد الدولي في هذه المناسبة كما هي العادة خلال السنوات الأخيرة واللجنة المنظمة عملت الفيجي كونفرنس ده عشان تشرح أبرز الأمور والترتيبات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية وإيس فجأة الناس بتتكلم على البطولة يا جماعة هل في تعديل الموعيد نتقال لأ الموعيد في نفس التوريخ اللي احنا أرسلناها قبل كده والبطولة في معادها ما فيش أي تأجيل وبالتالي الكلام اللي بيطلع كل فترة البطولة هتتغير البطولة هتتأجل أصلي كأس الأم هتتأجل فكأس العالمين ده هيتلعب كأس الأم الأفريقية كلنا شايفين ده لاتي بتتلعب وخلاص ما فيش تأجيل ده كأس الأم كلنا شايفين البطولة بتتلعب هنبدأ بقى نغير ونبدأ نتكلم على كأس العالم الأندية كأس العالم الأندية لغاية اللحظة دي الناس بتأكد البطولة في معادها بس في نقطة غايبة عن الناس يا جماعة التذاكر اترحت والتذاكر تم بحها بنسبة كبيرة جدا ومباراة الأهل والجزيرة والمباراة الأهل ومنترين المكسيكي يوم 5 فبراير نقدر نقول بنسبة 90% تذاكر نفزت والتذاكر دي عشان تطرح بيبقى خلاص انتهينا خط القرار الرسمي والنهائي وده بيبقى كونفيرم ان المباراة دي في المعدة يوم 5 فبراير الساعة 6 ونص بتوقيت القاهرة على ملعب الزايد في مدينة أبوظبي وبالتالي ايه اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاية انه ممكن الناس تغير موعيد البطولة الناس هتقول لأصلية متزمنة مع كاسرهم من إفريقية ما الاتحاد الدولي عارف وقلنا الكلام ده الفترة اللي فاتت احنا محتاجين نبدأ بقى ندخل في تفاصيل الموضوع لازم يكون فيه اجتماع رسم الفترة اللي جاية لازم يكون فيه دور مهم جدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عشان يتخذ قرار مهم في هذا الشأن لاني مش معقول النادي الاهلا يلعب بطولة دولية زي دي وهو يعني عدد كبير جدا من اللاعبته الاساسية مش موجودة يعني ما يقرب من حوالي من 8 الى 9 العيبة مش هيكونوا موجودين في منافسات البطولة فبالتالي اتمنى الفترة اللي جاية وهي امنية مش معلومة لان كل المعلومات الخاصة بالملف ده الحمد لله احنا قلناها طول الفترة اللي فاتت وكل كلمة قلناها كانت بتحصل لان احنا في النهاية عايزين نوصل للرسالة او الهدف او المعلومة الحقيقة في الملف ده لا فيه اجتماعات ولا فيه نية للتغيير ولا فيه اي بوادر تديك مؤشر انه يكون فيه تغيير خلال الفترة اللي جاية فنتمنى ان يكون فيه تحرك من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عشان نحسم الملف ده الفترة اللي جاية لنخدوا بالكم ده النهاردة بنتكلم 11 يناير يعني باقي على المباراة بالزبط بنتكلم حوالي 3 اسابيع يعني اقل من 3 اسابيع يعني اعتقد خلاص خلال الاسبوع اللي جاي هيتحدد توقيت السفر هتحجز طيران الاقامة بتتحجز ده كل ده للفرق المشاركة ما بالكم كمان بقى بالجماهير اللي اشتريت تذاكر وحجزت فخلاص يعني اي تغيير هيحصل هيربك الحسابات بالنسبة حتى للجمهور مش بالنسبة للفرق لو على الفرق غير النهاردة قبل بقرة غير الاسبوع اللي جاي بس الجمهور اللي اشتريت تذاكر عشان تغير المعاد هتبقى فيها مشكلة كبيرة وده اللي مديني مؤشر للأسف ان هو مؤشر سلبي ان البطولة دي ما فيش اي بوادر تبين ان المعاد هيتغير خلال الفترة اللي جاية بنتكلم في الموضوع ده بقى اكتر من شهرين ثلاثة والمكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي اجتمع اكتر من 4-5 مرات محدش فكر ولو مرة ان يطرح قضية الاهلي او ملف بطل افريقيا ليشارك ممثل للقرة الافريقية في البطولة قدام المكتب التنفيذي خالص اربع اجتماعات رسمية ما اطرحش اسم الاهلي ولا ملف الاهلي في هذه الاجتماعات خلال الفترة الاخيرة فا اتمنى الفترة اللي جاية وهي فترة مش كبيرة احنا بنتكلم في ايام قليلة ان لم تكن مثلا ساعات كمان يعني خلاص النادي الاهلي هيبدأ يحجز التذاكر للسفر والطيران ويتحديد معادل السفر فكل الامور دي بتبينلك ان البطولة بنسبة كبيرة جدا هتكون في معادها ونبدأ بقى نستنى نشوف القوام والقايمة وساعتها تقول لي بيتس موسيماني هتستنى ل3 فبراير عشان تختار القايمة وهو مدير فني بالتأكيد محتاج انه يختار افضل العناصر ما تجيش تقول له لا اصل العناصر دي مش هتبقى متاحة معاك ده بالنسبة له هو كمدير فني او هيد كوتش دخل على طولة ماينفعش ماينفعش تبضل تقول لي اصل اللعيبة مش موجودة اهنا محتاجة اخش البطولة باقوال يعني السكواد اللي معايا فلازم اختار لعيبة على مستوى عالي عشان نلعب مع المنافسين على مستوى كبير جدا سواء مونتريل مكسيكي كسبت وربنا قرمنا هقابل بالمراس في الدور النصف النهائي ربنا يسهل بلعب على المباراة النهائية لما لا ممكن اواجه تشيلسي دي المشاركة السبعة للأهل فعايز يعمل انجاز جديد وعايز يعمل بطولة كبيرة قدام الجمهور اللي مش يعني ما فيش جمهور هيمنى مدرجات الملعب في الملعب كلها الا جمهور النادي الأهل نجاح البطولة الكل عارف انها هيكون مرهون بوجود الأهل ووجود جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية اتمنى هي ليست اكثر من امنية ان يكون فيه قرار خلال الساعات اللي جاية لان الموقف بصراحة صعب جدا وما فيش اي بوادر بصراحة بتبين ان هيكون فيه اتجاه ايجابي اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نشوف اخبار الاهلي وكمان نحاول نلقي الدوق على استعادات الاهلي لمباراة الجونة اهلا بحضراتكم من جديد ومجموعة من الاخبار المتنوعة الخاصة بي النادي الأهلي استعدادا لمباراة الجونة في اولى مباراة تكاس الرابط اللي هتتلاعب ان شاء الله يوم الخميس الساعة اثنين ونص على ملعب الأهلي والسلام النهاردة كان فيه تدريب تراي ماطش جدا استعدادا للمرحلة اللي جاية لكن قبل ما اخش في تفاصيل التدريب مهم جدا اتكلم على بدر بنون لاعب النادي الأهلي اللي بالتأكيد الكل كان مهتم جدا بمعرفة اخباره عقب خروجه من الامس من قيمة المنتخب المغربي واستبداله بأشرف بن شرقي دكتور احمد ابو عبل طبيب الفريق قال انه بينتظر تحديد موعد وصول بدر بنون مدافع الفريق لاجراء فحصات طبية والاعتمنان على حالته بعد خروجه من معسكر المنتخب المغربي مباراة كلنا حوالي الساعة اربعة ونص خمسة كده الانفراط ده كان لموقع ميديا تسعين من المغرب وكان بالنسبة لنا خبر مفاجئ انهم انفردوا مباراة بخروج بدر بنون من قيمة المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب بغانا بساعات قليلة جدا ويمكن الخبر مباراة لما جال من الزميل الاعلامي المغربي جمال ستايفي وقال لي ان بدر بنون محتاج راحة حوالي تلت اربعة اسابيع وهو تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي ضنكوا على الشاشة يمكن تفاصيل الخبر اللي انفرد به موقع ميديا تسعين المغربي بالامس ان هما تواصلوا مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي والجهاز الطبي قال أن الحالة الطبية لبدر بنون لعب النادي الأهلي لا تسمح أنه يقدر يكمل منافسات بطولة كأس الأمم على هذا الأساس تم استبداله بتقرير طبي باللاعب أشرف بن شرقي وأكد لي كمان أن فيه تواصل حدث ما بين الجهاز الطبي للمنتخب المغربي مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي لحين عودت بدر بنون خلال الأيام القادمة عشان يجري بعض الفحوصات الطبية للإطمئنان عليه بالفعل الخبر ده يمكن الكل بعدها بحوالي ساعة أو ساعتين ده يتناقل نفس التفاصيل والبعض يمكن كان شايف أنه ممكن يكون فيه إصابة عضلية أو هنشوف الفترة الجاية الفحوصات هتقول إيه بالزبط لكن في جماعة الأحوال بدر بنون محتاج راحة خلال الأسبوعين ثلاثة اللي جايين ومن خلال هذه الفترة الراحة السلبية هيتعامل فحوصات طبية عشان نشوف إمكانية أنه بقى يلحق منافسات كأس العالم للأندي خلال الفترة اللي جاية ولا لا لأن الكلام برضو مش مؤكد لكن في النهاية احنا بننتظر بقى عودة اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات اللي جاية طبقاً كمان لتصرحات دكتور أحمد أبو عبلا اللي قال إنه هو عمل اتصالات به الجانب المغربي وبينتظر عودة بدر عشان الفحوصات الطبية واطمئن على حالته قبل نزوله للمران لأن بدر مش هينزل المران إلا لما يطمئن على حالته بشكل كامل وإجراء كل الفحوصات الضقيقة للإطمئنان على حالة اللاعب في الفترة اللي جاية طيب بيتسو مسماني النهاردة يمكن عمل محاضرة في ملعب مختار التيتش بالجزيرة عشان يطمئن على حالة اللاعبين والاستعداد للفترة اللي جاية طبعاً كمان عنده مشكلة كبيرة كان اللافعونه مسألة إصابات الكورونا اللي موجودة في صفوف الفريق النهاردة مثلاً ما كان شحمد عبدالقادر موجود بكرا إن شاء الله ممكن يعود النهاردة صلاح محصن انتظم لسه مستنين نشوف مسحة ياسر إبراهيم ورام الربيع على الفترة اللي جاية حسيني الشحات النهاردة كان موجود فبالتالي الراجل بيشتعل على حسب القوام اللي معاه النهاردة حتى كنت موجود في ملعب التيتش بالجزيرة وبتفرج على التمرين والتراي ماتش اللي اتعمل هو بيحاول قدر الإمكان بيشوف النواس اللي عنده في المراكز وبيتم تدعمها بلعبي قطاع الناشئين خلال الفترة اللي جاية وده الخبر اللي أنا بتكلم عليه اللي جاي النهاردة كان فيه تراي ماتش وفقرة بدنية شقة ومسيماني كمان كان على هامش المرنبي يطمئن على المصابين التراي ماتش ده النهاردة كان بطول الملعب بطول ملعب التيتش بالجزيرة عشان يشوف ملاكز اللعيبة تحرقات اللعيبة اللعيبة اللي تم تصعيدها من قطاع الناشئين مدى كمان الاستفادة بوجودها خلال المباراة أمام الجونة يوم الخميس النهاردة أنا شفت كريم فؤاد موجود شفت وليد سليمان حسام حسن صلاح محسن كلهم موجودة في تشكيلة أساسية كريم فؤاد بالتأكيد هيكون لعب جوكر لكن انت في نفس الوقت عند غيابات في خط الدفاع غير طبيعية انت بتتكلم عن غياب بدري بنون أيمن أشرف ياسر إبراهيم رامي ربيعة كمان فبالتالي انت هتحاول بقى تسد الصغرات دي أو النواقص دي بعدد من لعب قطاع الناشئين نهاردة كان فيه مرن بدني تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال وميشيل ينقل مدرب الحراس النهاردة عمل تدريب مع سلاسي علي لطفي ومصطفى شبير وحمز عليك كانت تدريبات متنوعة بالنسبة له حراسة المرمى كمان النهاردة كانت فيه مسحة طبية بصوا يا جماعة الفترة دي كل يوم فيه مسحة طبية لكل اللاعبين أولاً بتعمل بي سي آر أو أصدي بتعمل في البداية رابي التست لو فيه شكوك في إصابة أو لا بتعزل اللاعب وبتعمله مسحة طبية قبل ما ينزل التمرين وبالتالي بيستبعد لو الرابي التست فيه حاجة فيها شك لكن لو الرابي التست مفيش حاجة يعمل مسحة وينزل التمرين لكن لو رابي التست فيه الشكوك بتعمل مسحة وبتغادر التمرين لغاية لما تطلع النتيجة دي إجراءات احترازية النادي القالي بيعملها بشكل يومي عشان يطمئن على حالة كل اللاعبين خاصة أنه مقبل على خمس مباريات في كأس الربطة خلال الفترة الجاية وبالتالي محتاج كل الأنصر موجود في الفريف ظل نواقص كبيرة جداً تسعة لعيبة مش موجودين من التشكيلة الأساسية بسبب منافسات كأس الأمم وأيضاً كمان عشان نطمئن على بدر بنون خلال الفترة اللي جاية بكرة يكون تدريب أساسي دخول في معسكر مغلق والمباراة يوم الخميس الساعة 2 ونص بتوقيت القاهرة إن شاء الله أمام الجون على ملعب الأهلي والسلام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف تريند الأهلي وأبرز العنوين والمنشتات الموجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلاً بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود في صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معي الحساب الرسمي للأهرام وبيتكلمه على المسحة الطبية حساب الرسمي للأهرام على تويتر نشر أن الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لعبد القادر وكوكا وياسر إبراهيم بص يا جماعة قبل ما أدخل في التفاصيل كل يوم بتتعمل مسحة زي ما كنت بشرح من شوية وإحنا بتكلم على أخبار الأهلي لكن مهم جداً المسحة لما بتتعمل بيعدي يوم أو 48 ساعة وبتعمل مسحة طبية تانية عشان تطمئنه وتشوف الحالة سلبية والإيجابية الحمد لله النهاردة كان المسحة لعبد القادر وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم سلبية بخرة يكون فيه فحوصات طبية لهم قبل ما ينزلوا المران لكن ده شيء جيد إن الحمد لله يمكن مع التطعيم مع جهزية اللعيبة كمان والحالة البدنية الحمد لله جيدة فبتبقى الإصابة الحمد لله بسيطة وبيبقى اللعيب جاهز والمسحة بتطلع سلبية في ظرف 24 ساعة أو 48 ساعة وزي ما شايفينه قداما على الشاشة دي صورة لأحمد عبد القادر على حساب والرسمة على الإنستجرام نشرها النهاردة وكتب الحمد لله سلبي أو سلبي الحمد لله وده كت نتيجة العينة أو نتيجة المسحة الطبية اللي أجراها النهاردة قبل ما يروح التدريبات عمل المسحة طلعت سلبية بكرة يكون فيه فحص طبي ليه قبل ما ينزل المران إجراءات احترازية مشددة بيعملها دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي وطبيب الفريق خلال هذه المرحلة اللي احنا كلنا شايفين في العالم كله سواء في البطولة الإيكتوب بإذن الله تعدي الفترة دي على خير لأن بصراحة محتاجين بقى نرجع زي الأول سواء في مباريات الكورة أو في حياتنا الطبيعية لأن الموضوع بصراحة بقى زاد عن الحد وفقدنا ناس غالي علينا جدا خلال الفترة الأخيرة وإن شاء الله اللي جاي بإذن الله هيكون أفضل وما نفقدش حد تاني وإن شاء الله بإذن الله تعدي الغمة دي على خير نروح نشوف كمان إيه معنا في تريند الأهلي والوطن سبورت بيتكلموا عن فترة انتقالات وتعاقدات بس بقى لعيب من عن الأهلي هيطلع إعارة الفترة اللي جاي الوطن سبورت بيقولوا مسماني يفاجئ طاهر محمد طاهر بالقرار الأخير لرحيله عن الأهلي هما بيقولوا على حسب عهدة الوطن سبورت أن مصدر في الأهلي قال أن النادي تلقى عروض رسمية من عدد من أنديت الدوري لإستعارة طاهر محمد طاهر لمدة ست شهور خلال الفترة المتبقية من عمر منافسات الدوري العام لكن مسماني رفض بشكل نهائي التفريد في خدمات اللعب وقال أنه عايز طاهر محمد طاهر خلال الفترة اللي جاية لأنه هيدفع بيه في المباراة اللي جاية تبقى للرؤية الفنية أنا عايز أأكد لكم فكرة أن اللعبة اللي تطلع أعارة الفترة الحالية فكرة غير وردة على الإطلاق لا من بيت سموسيماني ولا من لجنة التخطيط ولا من الإدارة لأن انت لسه مقبل على منافسات قوية جدا وما تنسوش أن في قائمة بتتحضر الفترة الجاية يوم 3 فبراير عشان كاس العالم للأندية اللعبة اللي بتتكلم عليها دلوقتي اللي انت بتفكر في أعارضها ممكن أصلا يوم 3 فبراير ما يكونش متاح ليك إلا الأسامي دي فهتبقى موجودة معاك في كاس العالم للأندية فبالتالي فكرة أعارض لاعب في الفترة الحالية غير وردة لأن انت عندك لسه كاس عالم أندية لسه عندك مشكلة في مسألة القيمة اللي هتلعب معاك البطولة بسبب التداخل والتزامن الموعيد كاس الأمم مع كاس عالم أندية لسه عندك مشوار طبول في الدوري وهترجع من كل ده وعندك 6 مباريات في دورة أبطال إفريقيا في أقل من شهر ونص فالناس بس يعني تبص على الأجندة قبل ما تفكر في مسألة مين طلق أعارة مين بيتس ومش عايزوا لسه الكلام كتير قوي خلال الفترة اللي جاية أو لسه المباريات كتيرة الفترة اللي جاية نروح ليه المصر الرياضي وحسابها الرسمي على توييتر مفاجأة أنا بالنسبة لي بصراحة لأن عنوان الخبر بالنسبة لي أنا مش فاهمه وغريب جدا بيقولك بعد إصابة بنون الأهل يسعى لضم مدافع سوبر في يناير اللاعب لسه في الكاميرون يعني مباري حشوفنا كلنا بدر بنون الحمد لله في الملعب بيهني زميله بعد فوز المغرب بالأمس على غانا بهدف مقابل لشيه فبالتالي فكرة أنه عنده كورونا الحمد لله سبت أنه ما فيش كورونا لكن عارفين بقى بعد فترة كورونا بيمحتاج راحة والمضاعفات والكلام ده فلسه هنطمئن عليه بعد إجراء الفحوصات التوبية لكن فكرة أنه لسه اللاعب ما نزلش القاهرة ولسه ما عملش فحوصات تبية والصحف أو المواقع تطلع عنوين أنه بعد إصابة بنون الأهل يسعى لضم مدافع جزيز الفترة اللي جاية أولا يعني منطقيا غير صحيح يعني منطقيا صعب جدا تستقبل خبر بالمعنى ده كمان معنويا إزاي أصلا يجي لك قلب أنك تكتب خبر تقول إن اللاعب لسه ما عملش فحوصات إن الأهل على طول هيجي مدافع مكانه اللاعب لما يقرى خبر زي ده وهو لسه ما نزلش القاهرة الأثر بتاعه إيه وبعدين اللي كتب الخبر هو عرف أصلا الفحوصات التوبية اللي هيعملها لسه بدر بنون أصفرت عن إيه عشان على أصول خد القرار قبل الأهل ما يعمل الفحوصات ياخد القرار في أخبار بكده بحس إن هي يعني مش معمولة يعني مش للمصداقية مع الناس أو إن هو يكتب خبر من أجل اجتهاد معين لا بحس إن الخبر كده ليه أهداف تانية وللأسف ما بتبقاش أهداف كويسة الأخبار اللي زي دي أنا من نوعية الناس اللي محبش الأخبار اللي زي دي ولا حتى القارئ ولا المشاهد ولا المستمع إن الأخبار دي مش رايحة في أمر فني رايحة في أمر لعلاقة بالأمور الطبية وبتبقاش كويسة وميهنيا كمان وبتبقاش مقبولة نروح لآخر حاجة معايا في تريند الأهلي وبوابة الأهرام بتتكلم على رؤية فنية في مسألة إن الأهلي بيقترب من ضم مدافع البنك الأهلي خلال الفترة اللي جاية لكن هنا الأهرام بيتكلموا على فكرة إن الأهلي أصلا خلال الفترة الأخيرة كان بيحاول يسعى لضم مدافع جديد في الفترة اللي جاية لكن في السياك الخبر ما جابوه السريد بقى أصل بدر بنوم مصاب فالأهلي بيفكر في ضم مدافع الفترة جاية لا بيتكلموا على إن فيه أصلا تفكير من قبل انتقالات يناير إن فيه دع تعيم لهذا المركز في الفترة اللي جاية لكن عموما النادي الأهلي لم يعلن أي شيء ومفاوضات الأهلي مع مدافع البنك الأهلي اللي هو أحمد ياسين حتى هذه اللحظة غير مؤكدة والنادي الأهلي لم يعلن أي شيء واللعب نفسه ونادي البنك الأهلي لم يؤكد صحة هذه الأخبار ده كانت أخبار خاصة بيترند الأهلي وآخر المستجدات داخل الأهلي قبل مباريات كأس الرابط أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى ترند أمم إفريقيا ونشوف الاستعدادات لمباراة ناجيريا بعد أقل من حوالي نصف ساعة مباراة مهمة جداً على الفراعينة أمام النصور الناجيرية أهلا بحضركم من جديد وترند أمم إفريقيا منافسات كأس الأمم في الكاميرون ونشوف النهاردة معنا إيه في أمم إفريقيا قبل مباراة مصر وناجيريا أول حاجة معي الحساب الرسمي ننادي ليفربول الإنجليزي من خلال حسابها الرسمي على تويتر واللي بيقوله مو صلاح يبدأ مشواره في كأس الأمم الإفريقية اليوم رفقة المنتخب المصري في مواجهة منتخب ناجيريا كل التوفيق يا صلاح ده طبعا دعم كبير جدا من ناجي ليفربول من خلال حسابه الرسمي والأكاونت الرسمي على تويتر وبيستعرضه مباريات منتخب مصر ناجيريا دد مصر النهاردة الثلاثة حداشر يناير الساعة سبعة بتوقيت مكة المقرمة يعني ستة بتوقيت القاهرة غنيا بيساود دد مصر المباراة الثانية يوم السبت القادم خمستاشر يناير الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المقرمة يعني تسعة بتوقيت القاهرة والختام يوم الأربع تسعتاشر يناير مصر والسودان ويتكون الساعة تسعة بتوقيت القاهرة نروح كمال الحساب يلا كورة على تويتر وبيتكلموا على أحد أفضل تلات لاعبين في العالم بيستعد لضربة البداية مع منتخبنا اليوم في كأس الأمم الإفريقية النجمى المصر محمد صلاح لداخل فهو نفسه قوي جدا على جايزة زابيست جايزة الاتحاد الدولي فيفا بنفسه بالطبع ميسي وأيضا كمال لفندوبسكي المهاجم البولندي لباير نيميونة إن شاء الله كل التوفيق لصلاح خلال منافسات البطولة ويتوج خلال هذه المنافسات بإذن الله بجايزة زابيست اللي هتكون خلال الأسبوع القادم نروح مع بعض كمال لحساب يلا كورة وبتكلموا على أهداف محمد صلاح في منافسات كأس الأمم الإفريقية حساب يلا كورة بيقول إن محمد صلاح بيمتلك أربع أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية على بعد هدف واحد من معادلة أهداف الديبة وحسن عبد الربو ومحمد ناجي جدو وعمر زكي وعمد متعب اللي أحرزوا جميعهم خمس أهداف فبالطبع كل واحد من الأسامي دي أحرزوا خمس أهداف فصلاح على بعد هدف واحد إن شاء الله النهار ده هدفه أمام ناجيريا يكون متساوي مع هؤلاء النجوم وبإذن الله يقدر صلاح يقصر أرقام قياسية من خلال هذه البطولة اللي قال في المؤتمر الصعفي أنا موجود مع المنتخب في ثلاث مشاركات لكن طبعا لم أنجح في تحقيق كأس الأمم مع منتخب مصر نتمنى له توفيق رب يكون مجد مهم جدا لي وبيمثل مصر في المحافل الدولية وأيضا النهار ده كمان تكون بداية قوية لمنتخبنا الوطن نروح لي حساب جول مصر على تويتر وبيتكلموا على حمدي فتحي أحد أبرز الليعابين في التشكيلة الأساسية اللي بيعتمد عليهم البرتغالي كارلوس ساكيروش قال جول مصر من خلال حسابه الرسمة على تويتر أحد المقاتلين الجدد في صفوف الفرعنة هو حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الآلي لاعب بإمكانيات خاصة قدم نفسه بشكل رائع خلال الفترة الماضية واحد من ضمن النجوم المنتظر تقلقهم في كتيبة كروش إن شاء الله أنا تمني التوفيق لحمدي فتحي ولاعب بتنتظم منه الجماهير الكثير في كأس الأمم الإفريقية والنهاردة في التشكيل الأساسية بجوار محمد إنني نروح كمان لحساب في الجول وحساب في الجول بيتكلموا على آخر مواجهة ما بين مصر ونيجيريا حساب في الجول على تويتر بيتكلموا على أن آخر مرة لعبة مصر ضد نيجيريا في مبارفة تحية بكأس الأمم كانت في نسخة 2010 وتوج وقتها المنتخب المصري بالكأس في النهاية نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا وتكون البداية اليوم موسلة والنهاية أيضا بتحقيق اللقم قدامنا هو في الصورة حسن شحاتة الكابتن المعلم حسن شحاتة اللي أحرز مع مصر ثلاث كاس أمم متتالية 2006-2008-2010 مع أحمد حسن كابتن منتخبنا في الزل بطولة والبداية كانت بالفزع نيجيريا بسلاسة أهداف مقابل هدف نروح كمان لحساب سبورت 362 مصرية وبيتكلموا على تشكيل المنتخب في آخر مباراة جمعت مصر أمام نيجيريا في نسخة 2010 وتوج وقتها المنتخب المصري بالكأس في النهاية نتمنى يا رب تكون تقرار نفس النتيجة النهاردة وتتقرر بس بسلاث نقاط يعني مش هيفري معي الأهداف 3-1 أو 1-0 نكسب بس النهاردة 3 نقاط مهمة جدا البداية في مباراة المجموعة لأن المكسب مش مكسب بسلاث نقاط وصدارة بس لا دا انت كمان هتحول قدر انك انت ابتعد عن الجزائر أو كودفور اللي هتواجهك في دور 16 والنهاردة مباراة الجزائر والسيريليون كانت فيها مفاجأة مدوية تعادل سلبي فهل الجزائر هتبقى أول ممكن تبقى تاني بعد الكودفور دا هنشوف في الفترة الجاية لكن سيريليون بدأت بشكل قوي وعملت مفاجأة بالتعادل مع حامل اللقب المنتخب الجزائري التشكيل اللي لعبت بها مصر أمام نيجيريا في 2010 كانت صام الحضر في حراس المرمى اللي هو النهاردة موجود مدرب لحراس مرمى منتخبنا الوطن وسافر عشان يلحق بعثة المنتخب بعد سلبية المسحة خط الظهر زي ما احنا شايفين أحمد فتحي زهير أيمن سيد معود زهير أيصر تلاتة في قلب الدفاع هاني سعيد محمود فتح الله والصخرة واقل جمعة اللي هيكون النهاردة وموجود مع المنتخب بصفته مدير للمنتخب لقيم بتجرب سرعة حسن عبد الربو وحسام غالي وأحمد حسن تلاتة في وسط الارتكاز وفي الأمام أحمد متعب ومحمد زيدان تشكيلة يعني فيها نجوم فايف ستارز أو سيفن ستارز خمس نجوم سبع نجوم عملوا إنجازات طيبة لعيبة كمان كان لها سوالات وجولات في البطولات الإفريقية وبعد ما اعتذروا كلهم موجودين حاليا في مراكز مرموقة في القرى المصرية ما بين كابتل حسن غالي عضو مجلس دارة في النادي الأهلي أحمد متعب نائب رئيس ربطة الأندية المحترفة والجمعة مدير منتخبنا الوطني وعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني نروح كمان ونشوف في جلوب سكور أوردس بنتكلم على يعني الحساب الرسمي جلوب سكور على تويتر بيقولوا إن منتخب مصر هو الأقصر تتويجا بكاس الأمم الإفريقية سبع ألقاب لمنتخب مصر بنتكلم في نسخ 57 59 86 98 2006 2008 2010 بعد 11 سنة نسخة الكاميرون نسخة رقم 2021 أو عام 2021 نسخة رقم 33 نتمنى يا رب تكون البطولة رقم 8 لمنتخبنا الوطني في المركز التاني الكاميرون خمس مرات كان آخرهم 2017 لما فازت على مصر في المباراة النهائية في البطولة اللي أقيمت عام 2017 غانى أربع مرات نيجيريا ثلاث مرات كوديفور مرتين الجزائر مرتين وآخر مرة البطولة السابقة في مصر عام 2019 والكرغو الدموقراطية مرتين بالمسمى السابق زائر طيب ده الجزء الخاص بالترند الأمم إفريقيا الخاص بأبرز المنتخبات اللي فازت بكاس الأمم الإفريقية لكن لو أروح مرة تانية لتشكيل منتخبنا الوطني محمد الشناو في حراسة المرمى أحمد حجازة ومحمود الوينش اتنين مساكين أحمد فتوح زهير أيصر أقرم توفي زهير أيمن حمد فتحي ومحمد النني اتنين وسط ارتكاز محمود حسن تريزيجي وعمر مرموش ومحمد صلاح زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة على الملعب الثلاثة في الخط الأمامي ومصطفى محمد في رأس حربة صريح في هذه المباراة مشاركة تريزيجي بالنسبة لنا يمكن أنا كنت بسأل ضيوفي في الأيام السابقة وفكرة البدء بتريزيجي هل وردة ولا مش وردة كل كان بيأكد صعوبة أن كارلوس كيروش يبدأ بتريزيجي في مباراة مصر وناجرية لكن نهاردة كارلوس كيروش يمكن وضع في حساباته الفنية والبدنية أن محمود حسن تريزيجي جاهز إصابة الروباط الصريح وبتعاد عن الملعب حوالي 9 شهور مش هتبقى مؤسرة فبالتالي هو أكتر واحد جدير باختيار اللعبة اللي ممكن تبدأ هذه المباراة وشاف أن تريزيجي ممكن يبدأ المباراة النهاردة مع وجود عبدالله السعيد على ديكة البودلاء إن الكل كان بيرشح إن عبدالله هيكون موجود لكن خدوا بالكو هو لي بدأ بمحمود حسن تريزيجي وده نقطة فنية مهمة جدا الجبهة اليومنا للمنتخب النيجيري جبهة قوية جدا وبتضم اللاعب رقم 15 موزس سايمون لعب مميز جدا وسريع جدا هذا اللاعب عشان تواجهه صعب إنك تواجهه بأحمد فتوح فقط لازم كمان قدامه يكون لعيب سريع وعنده لياقة عالية محمود حسن تريزيجي وبالتالي كمان لازم تضغط على موزس سايمون من قدام فمحتاج تريزيجي يكون قدام أحمد فتوح عشان كده نهاردة تشكيلة منتخبنا تريزيجي قدام أحمد فتوح عشان الجابها دي من أخطر جبهات المنتخب النيجيري لكن في المقابل عندنا أقرم توفيق دفاعيا قوي جدا محدش بيعدي منه يعني الله أكبر عليه عمل دور الدفاع مميز جدا سواء مع الأهلي أو مع المنتخب الوطني قدامه محمد صلاح طبعا عنده قدرات هجومية عالية جدا فهيبقى فيه التنوع في الناحية الدفاعية والناحية الهجومية عايز كمان أقول حاجة مهمة جدا متعلقة بمباراة النهاردة بكاري جسامة هو حكم المباراة الحكم الجنبي بكاري جسامة هو حكم المباراة وفي تقنية حكم الفيديو المساعد من أسيوبيا الحكم الأسيوبي المعروف بالتأكيد بملكة سيما هو حكم تقنية الفيديو الحكم رقم واحد في غرفة تقنية الفيديو والمساعد تقنية الفيديو الأسست الجنوب إفريقي زكالي. هو الحكم المساعد الموجود في تقنية الفيديو. إذن بكاري جسام حكم المباراة. والأسيوب بمملكة سيمة حكم تقنية الفيديو. وده طاقم التحكيم إلى يدير مباراة النهاردة. لو تمصل منتخب نيجيريا على الجانب الآخر. لا فيه اختلاف. أحمد موسى. اللي كله كان بيتواقع أن يكون في التشكيلة الأساسية. النهاردة موجود على دكة البودلاء. ومش هيبدأ فيه التشكيلة الأساسية. فيه غيابات مهمة جدا. طبعا في منتخب نيجيريا. أبرزهم بالتأكيد. فيكتور أسمن. مهاجم من نادي نابولي الإيطالي. النهاردة بيغيب عن منتخب نيجيريا في هذه المباراة. لكن في الجزء الأخير من الحلقة. زي ما وعدتكم بالتأكيد. هستعرض معكم توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر ونيجيريا. وأيضا كمان مين ممكن يسجل الأهداف في هذه المباراة الكبيرة. نروح مع بعض ومشوف أراء كل السادة المشاهدين اللي شاركوا معنا في البرنامج. طالح بيقول تحياتي لأعظم قناة في الكون. قناة النادي الأهلي يعني. ولأعظم نادي في الكون. النادي الأهلي. إن شاء الله منتخب مصر يا فوز النهاردة 0-2. هدف لصلاح وهدف لمرموس. نروح كمان لفادي. بيقول مساء الفل عليك. مساء الفل يا فادي. أتوقع فوز مصر 1-0 بهدف لمحمد صلاح. إبراهيم بيقول إن شاء الله فوز المنتخب المصري 2-0. مصطفى محمد ومحمد صلاح. في حال التفاؤل يا رب بإذن الله تكون واقعية وموجودة في أرضية الملعب. مصطفى قرم بيقول يا مساء الخير على جمهور الأهلي. أتوقع فوز منتخب مصر 1-0. بالتوفيق يا رب إن شاء الله. يا رب. نروح ليه شاكر محمد بيقول مرموش وصلاح بإذن الله. يعني بيتوقع هدفين. آخر رأي معايا. حسن خميس بيقول 2-0 المصر. خدوا بالكوا قبل ما أخد رأي محمد وبيقول نتيجة برضو. بس يعني الناس بتتوقع 1-0. 2-0. نتيجة قليل يعني إيه قريبة. مش نتيجة كبيرة. لأنه أنت بتواجه منتخب نيجيريا من المنتخبات الكبيرة بالتأكيد والمنافسين في بطولة أمم إفراطية. آخر رأي معايا وآخر تعليم. محمد بيقول 3 أهداف لمصر. وحاطي تعالى من مصر بإذن الله. أيا كان بقى مين لا يحرز الأهداف. مش مهم. المهم النتيجة النهية أن منتخبنا الوطني يفوز بيه نتيجة جيدة. وتكون ضربة البداية مهمة جدا اليوم أمام المنتخب الناجري. المباراة صعبة جدا. المباراة مسهلة. وكلنا شفنا كل المستويات في الفترة الأخيرة في منافسات البطولة. المستويات قليلة جدا وضعيفة جدا. مباراة المغرب وغانا رغم فوز المغرب. لكن المباراة ضعيفة. نهارته جزائر وسيرليون أقل من المتوسط وأضعف كمان. وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. ممكن أكتر مباراة فيها إصارة. ضربة البداية مباراة الافتتاح وفوز الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف. كل المباراة نتائجها طبيعية. المفاجأة بس هو تعادل الجزائر مع سيرليون. لسه نشوف بقى الكودفور الفترة اللي جاية. لسه المنتخب التونسي هيلعم مع المنتخب المالي. عايزين نتطمن على العالم معلول في مواجهة ألي وديانج. لسه كمان عندنا مباراة السودان وغينيا بيساوء النهاردة بإذن الله في نفس مباراة المجموعة. هتتلاقي بعاقب نهاية مباراة مصر بإذن الله. مباراة زي ما أقول لكم مباراة صعبة. كل التوفيق لمنتخبنا. النهاردة زي ما أقول لكم يعني مكسب مهم. السلسلقات مهمة. لأن المباراة القادمة مش عادة رأقول تحصل حاصل. خلاص كلنا شفنا الجزار والسليون ممكن تكون فيه مفاجآت. لكن البداية مهمة جدا أمام المنتخب الناجيري. الناس اشتغلت. الناس حضرت. جمهور مصر وصل للكاميرون قبل ساعة. أكثر من حوالي 300 مشجع. سفروا إلى الكاميرون ووصلوا مطار جروة. وحالين موجودين في أرضية أو في مدرجات ملعب أحمدي في جروة. وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. والنهاردة تكون بداية الفرحة في كأس الأمم الإفريقية لنصور الفرعنة أو الفرعنة في مواجهة نصور نيجيريا. بشكر حضراتكم بالتأكيد في الختام على حسن المتابعة والمشاهدة. وبإذن الله نلتقي على خير غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند. شكرا وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة